اشتركوا في القناة صحة وسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء في هذا البرنامج وكما عودنا نطرح مختلف الموضوعات الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع اليوم لدينا حلقة متميزة بإذن الله لكن في انتظار إن شاء الله الضيف يوصل للستوديو بتكون حلقتنا عن التأمين الصحي وأيضا ضيفنا بيكون الدكتور حيدر ليوسف مدير إدارة التمويل الصحي ما نتناقش في هذا الموضوع ما نشوف شو آخر المستجدات حول هذا الموضوع قبل العيد قبل أن نوقف يعني معاكم كنا وعدناكم إنما نطرح حلقة كاملة عن هذا الموضوع اليوم بإذن الله الحلقة بتكون عن هذا الموضوع من استقبل اتصالاتكم عن موضوع التأمين الصحي الله يخليكم يا جماعة الخير برنامجنا صحة وسعادة برنامج البث المباشر مع أبو عمر يخلص وقته على الساعة عشر إلى خمس الحين بدأنا صحة وسعادة فحياكم الله معانا في هذه الحلقة الجديدة مثل ما قلنا أرقام التواصل معانا 6-0-5-5-1-4-1-4 وعبر الرسالة النصية على الرقم 4-0-6 ناخذكم في جولة سريعة مع أهم الأخبار يعني ما ناخذ أخبار شي سريعة خدمات نوعية لمرضى الكلا في مستشفى دبي يقدم قسم الكلا في مستشفى دبي تابع إلى هيطة الصحة في دبي خدمات متكاملة وشاملة تغطي جميع أنواع أو جميع جوانب أمراض الكلا وعلاجها بما في ذلك متابعة حالات زراعة الكلا ويشمل العمل في قسم الكلا توفير التشخيص والعلاج للمرضى الذين يعانوا من أمراض الكلا بما فيها الفشل الكلوي والمزمن والحاد والالتهاب الكلوي النسيجي والالتهاب الكلوي والمتلازمة الكلوية وارتفاع ضغط الدم والالتهاب الكلية وغيرها من الأمراض يضم القسم مثل ما ذكرنا وحدة الغسيل الكلوي وتعتبر هذه الوحدة المزود الحكومي الوحيد لخدمات غسيل الكلة لمواطني الدولة في مدينة دبي وغسيل الكلة هو عبارة عن إجراء من الممكن استخداما للمرضى الذين فقدوا معظم وظائف الكلة لديهم أو جميعها وتتضل بحالتهم استبدال وظائف الكلة بشكل إصطناعي طبعا هناك الكثير من الخدمات في هذا القسم المستشفى يستقبل يعني أربعمائة مريض مصاب بدرجة من درجات الفشل الكلوي شهريا في عيادة الكلة منهم مئتين وخمسين مريض يقوم بمراجعة العيادة بعد زراعته للكلة يعني الله يعطيهم العافية إن شاء الله يعني القسم يتطور من للأمام أكثر تتوسع نشاطاته ويقدر يستقبل عدد أكبر إن شاء الله وهذا اللي تسعى لهية الصحة بشكل نعام قرص علاجي يحتوي على جميع الأدوية اليومية يحتاج الكثيرون إلى الحصول على الدواء بشكل منتظم ولكن تناول الكثير من الأقراص يوميا يمكن أن يتسبب في الشعور بالآلام ومع ذلك كشف الباحثون عن أقراص مطبوعة ثلاثية الأبعاد قد تحل محل كافة الأقراص التي يتم تناولها على مدار اليوم بحيث يتم تخصيص هذه الأقراص لكل مريض على حدة مع تصميمها لتحرير المادة الفعالة في الوقت المناسب من اليوم فباستخدام البرمجيات الحاسوبية يقوم المتخصصون بتشكيل نماذج مخصصة للمادة الفعالة التي يراد تحريرها والتي يتم طباعتها بعد ذلك عبر طابعة ثلاثية الأبعاد باستخدام البوليمارات يعني 3D هذه الثورة القادمة وايد يعني بالحلقة الصراحة لازم تتكلم عنها لأن الأشياء الموجودة على موضوع 3D في القطاع الصحي موضوع يعني مختلف تماما عموما توفر وسائل أخرى في إنتاج الأقراص الدوائية والتي تستخدم الطابعات الثلاثية الأبعاد المرونة اللازمة ولكنها أيضا تواجه العديد من القيود مثل خروج جرعة صغيرة بشكل غير مستمر كما توصل أيضا إلى خروج جرعات كبيرة في البداية وهو ما يؤدي على المدى الطويل إلى ضعف تأثير الأدوية في نظام المريض يقول الباحثون في جامعة سنغافورة الوطنية بأن وسيلتهم الجديدة بسيطة من الناحية التقنية وغير مكلفة إلى جانب تمييزها بالتنوع بحيث يمكن للمتخصصين استخدام الاعدادات الفردية بما يسمح لهم تخصص الأدوية حسب الطلب وأوضح الأستاذ المساعد في الهندسة الكيميائية والبيولوجية في جامعة سنغافورة الوطنية سيو سو يونغ الذي قام بتطوير طريقة تصنيع الأقراص مع طالبة الدكتورة سون ياقوان أن الأدوية المتخصصة كانت لفترة طويلة مجرد تصور بسبب كونها فكرة معقدة جدا أو باهظة الثمن لتحقيقها على أرض الواقع طبعا أنا بكتفي بهذا القدر من الأخبار وبدخل في صلب موضوعنا اليوم موضوعنا قرب انتهاء المهلة المحددة لشراء باقات التأمين الصحي ما أدري إذا انتهت ولا لا الحينما نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفنا في الستوديو الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي دكتور عادة نحن أنا عادة ما أدخل الضيوف من أول فترة فقرأ يعني بعد الأخبار اليوم لأنه موضوع وايد مهم موضوع الناس يعني مهتمين وايد أن يعرفون تفاصيله فأول شيء هل انتهت المهلة ولا بعدنا هو المهلة الرسمية انتهت طبعا في نهاية شهر سبع طبعا مثل ما أعلنت الهيئة أنه ما بيكون في غرامات على الأفراد إلى نهاية العام وهذا شيء في كل مرحلة من مراحل تطبيق التأمين الصحي هذا المنهج اللي مشينا به يعني المهلة الرسمية تعلن وأعلنت المهلة الحقيقة بعد اعتماد القانون مباشرة ومن ثم يكون في دعم إيجابي كبير للشركات والأفراد للالتزام بالمهلة دائما اللي نشوفه أن حتى مع الشركات المراحل اللي طافت 30% تحصلهم قبل المهلة بفترة يعني هم أصلا مأمنين الناس وملتزمين وامورهم طيبة وهم استباقيين دائما وعندهم روح المبادرة بالنسبة للأمور هاي تحصل مع الضغط وإعلان المهلة والموعد النهائي وهذا نوصل لـ 80-85% ممتاز 10-15 ممكن يوصل لـ 20% هاي مع بدء الغرامات والربط وهذا نفس الترند اللي مشى معانا حتى بنسبة للشركات الصغيرة يمكن كان أهم مجموعة طبعا الددلاين اللي طاف كان مأثر عليها اللي هي الشركات الصغيرة اللي عدد موظفينها أقل من 100 موظف وكان فيه التزام كبير من الشركات وصل عدد المؤمن عليهم في إمارة دبي اليوم إلى حوالي 3.4 مليون شخص قبل المهلة كنا أقل من 3 مليون بشوي يعني حوالي في خلال الشهرين اللي طافن من آخر 7 اللي هو الددلاين كان رسميا وحنا اليوم نهاية 9 تقريبا حوالي 400 ألف شخص حصل على التأمين الصحي في إمارة دبي كان فيه إقبال جيد لدرجة أن بعض الشركات التأمين الحقيقة بدأت تتأخر في تسليم البطاقات للأفراد لأنه كان عندها إقبال كبير من الأفراد وهذا شيء طبعا إحنا تعاملنا معه بنوع من الحزم لكن عموما كان فيه قفزة جيدة في عدد المؤمن عليهم في إمارة دبي طبعا غالبية اللي أمنوا مع الددلاين كانوا الشركات الصغيرة الأفراد مع إعلان موضوع أنه ما شيء غرامات شوي تساهلوا في التأمين العدد الكلي المتوقع للأشخاص المؤمن عليهم في إمارة دبي مفروض يكون بحدود الأربع مليون شخص طبعا إحنا نتكلم عن مواطنين إمارة دبي بالإضافة إلى الإقامات الصادرة من إمارة دبي بغض النظر عن مكان سكنهم يعني يمكن يكون ساكنهم في الشارجة في إيمان المهم أنه عندهم إقامة صادرة من إمارة دبي العدد التقريبي اللي إحنا نرمس عنه بحدود الأربع مليون شخص فإحنا اليوم حوالي 3.4 مليون يعني نتوقع حوالي 15% من سكان الإمارة بعدهم للحين ما حصلوا على التأمين الصحي وهاي المرحلة اللي على مدى الثلاثة الشهر اللي آية إن شاء الله تعالى راح تكون حملة توعية كبيرة لأن مثل ما ذكرنا على نهاية السنة راح تكون في غرامات حتى على الأفراد إذا ما لتزموا بالتأمين الصحي جميل دكتور يعني أنا أعتقد أولموس نحن خلصنا كم النسبة يعني حوالي 85% هذه نسبة جيدة جدا أن نتصور وباقلنا ثلاثة شهور على فرض الغرامات صحيح على الأفراد صحيح يعني بعد 2001-01-2017 اللي ما عنده تأمين عليه غرامة نعم الحقيقة عندنا آليتين للتحفيز على التأمين خلنا نقول الآلية الأولى هي عملية الربع على الإقامة وشؤون الأجانب يعني أنت اليوم إذا الشخص مش مأمن كشركة ما تقدر تطلع للفيزا سواء عند تجديد الإقامة أو عند الإقامة اليديدة يبدو موظف نازم الشتري لما تجدد أو لما تسوي للفيزا هو توداشت الدولة ما تقدر تكمل إجراءات الإقامة إلا إذا هو عنده تأمين وطبعا إذا توقف إجراء موظف واحد وبالتالي تتوقف إجراءات جميع الموظفين اللي يلونه بالنسبة للإقامة وشؤون الأجانب وبالتالي تترتب على الشركة هاي أو على الفرد غرامات من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب نتيجة الربط هذا لأنه تتوقف إجراءاتهم إلى أن يستكملوا إجراءات الشخص هذا جميل فهذا الجانب الأول اللي هو عملية الربط مع الإقامة الجانب الثاني الغرامات المباشرة اللي توقعها هيئة الصحة بدبي اللي هي 500 درهم لكل شخص شهريا نتيجة التأخير عن التأمين الصحي يعني التأمين ما رح يكلف أكثر من كم دكتور؟ التأمين اليوم تتراوح الباقات الأساسية في إمارة دبي من حوالي 550 إلى 650 درهم للشخص سنويا يعني غرامة شهر هي تأمين سنة طيب دكتور أنا أخذ هذه المداخلة وبطلع فاصل بعدها على طول أبو محمد مرحبا وشهر السلام عليكم الله يسلم كطول عمرك محمد اختصر لي بارك الله فيك عشان أقدر أطلع الفاصل بس إن شاء الله إن شاء الله أنا أخذ من وقتكم إلا شيء بسيط بخصوص التأمين نحن نتكلم عن التأمين والبطاية فضل التأمين طبعا التأمين الحين الحمد لله بالعالمين فضل الله فضل شيوخنا الله يحفظهم ويسلمهم وهم قصري هنا حقيقة يعني يعني التأمين سوالنا شغلة كبيرة يعني وانقذنا من أشياء كبيرة الله يحفظهم إن شاء الله وكان المشكلة العيادات الله يسلمك في عيادات نحن ما يقبلوها ما يقبلوها من مستشفى إلى مستشفى وهي ونفس الإدارة ويحصل المريض أو يحصل في حالة المريضة أن يكون في حالة خطيرة أو شيء يقول لك أنت بطاق على إيادة فلان وفلان هذه طبعا نحن حقيقة متأمين منها شوية كيف تأمينك؟ عندك تأمين عناية؟ تأمين السعادة سعادة زيك منتاز نعم طيب إذن عيادات ما في عيادات كثيرة ما تقبل البطاقة قصة؟ في عيادات نعم كثيرة ما تقبل وفي الحالات الخطرة هذا سؤالك صح؟ نعم في شيء ثاني بعد؟ تقبل البطاقة تكون من المستشفى نفسه ولا تقبل إلا عيادتك إذا أنت قريب على بيتك ما يستوي أنا في حالة طارة واضح واضح السؤال في شيء ثاني بو محمد؟ شكرا الله خير شكرا الله يسلمكم شكرا الله يسلمكم شكرا بمحمد نحن نطلع فاصل مستمعينا وما نرجع من استكمل معاكم هذا الحوار وما نرد على تساؤلاتكم وعلى مسجاتكم وعلى اتصالاتكم فاللي عنده أي مشاركة ممكن أنه أو أي استفسار على الأرقام التالية 6-0-5-5-1-4-6-0-5-5-1-4-6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسال نصية على الرقم 4-0-6-4-0-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 قرب انتهاء المهلة اللي حاطينا حق التأمين الصحي المهلة المحددة اللي شراء باقات التأمين الصحي معانا الدكتور حيدر اليوسف مدير دارة التمويل الصحي تواصل معانا مستمعين الكرام على الرقم 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 دكتور قبل الفاصل كان معانا كانت معانا مداخلة من بمحمد كان يتحدث عن التأمين والبطاقات فنقطتين أبرزها في عيادات لا تقبل تأمين سعادة عفوا وأيضا في الحالات الخطرة ساعات يعني الواحد يكون داخل بحالة خطرة فنشرح شو هي الحالات الخطرة مفهومة على حالات الخطرة وأيضا كيف ممكن إضافة مجموعة عيادات وشغلات معينة إلى باقات التأمين الخاصة بسعادة بالنسبة للبرنامج طبعا دايما هنا برامج المواطنين مثل برنامج سعادة الحقيقة البرنامج هو اللي يقرر إذا كان يدخل عيادة معينة أو ما يدخلها والعيادات هاي فيه آلية معينة وإجراءات معينة للتقديم على البرنامج لأن تكون ضمن شبكة مقدمية الخدمات الموجودين في البرامج هاي طبعا الحالات الطارئة عادة تذهب إلى المستشفيات وليس إلى العيادة يعني نتكلم إذا واحد عند زتام أو مش عارف شو هاي مش حالة طارئة وبالتالي حتى لو كانت العيادة مش ضمن شبكة مقدمية الخدمات طبعا الحالات الطارئة اللي نتكلم عنها الحالة اللي تأدي إلى loss of function اللي هو إذا ما تعالجها الحين مثلا بيفقد وظيفة بيفقد حياتها هاي الحالة الطارئة وجميع المستشفيات الخاصة في إمارة الدبي مشمولة ضمن برنامج سعادة وبالتالي ما عنده أي رزق حتى بالنسبة للباقات الأساسية لغير المواطنين الحالات الطارئة حتى لو ما كانوا مغطة في المستشفى هذا يجب على المستشفى أن يعالجها ويجب على شركة التأمين أنا بحاول أختصر في المكالمات وفي الإجابات معايا طلال السلام عليكم مرحبا طلال سؤالك على السريع عندي وائدة سيدي ان شاء الله اتفضل يا سيدي الشيخ الحين أبا أسأل أنا من جمسية خليجية من زوج مواطنة أوكي من إمارة الدبي عندها سعادة الله يسلم نعم وعند عيال أبا أطلع لهم سعادة اشقايا قالوا لنا في خطوة ثانية يعني زيب ممتاز زيب هذا سؤال سؤال ثانية الله يسلمك كنت أبقى أسأل أخين إذا أبا أمن عادي أقدر أمن يعني أنا أحيانا موداهم لا في دبي ولا هم يحزنون أنا صاحب عمل خاص يعني عمل حر واضح واضح أقدر أسوي تأمين عادي هل مفروض قد زي أني أسوي التأمين أوكي ممتاز حقي وحقي عيالي بهالطريقة مفروض يكون بس ما نخبر كيفين حين إن شاء الله زاك الله خير طلال في طلال مستمع بعيد طلال طلال رقم اثنين أهلا السلام ورحبا يا طلال باختصار الله يخليك الله يسلمك أنا بس أسأل من تأمين الزوجة يعني من الزوجة شايفه هنا في غالي شوية حتى هو كان بتكلم قال تأمين ما بكلب إلا خمسين الزوجة حامل لا ما حامل أوكي طيب تأمين الزوجة غالي كيف غالي طلال شو تقصد بغالي يعني الآن تأميني أنا كمهندي بأخذ خمسينية ولا ثلاثينية تأمين الزوجة الفين برحم يا خي تستاهل تستاهل أم العيال شكرا واضح يا طلال إذاك الله خير طيب دكتور نجاوب على طلال وطلال على السريع وعندي مجموعة مسيجات ما اطرق لها فشوي مسكولي الاتصالات فضل دكتور طبعا مثل ما ذكرنا التأمين الزامي بالنسبة إمارة الدبي اللي حاصلين على إقامة بالنسبة للخليجيين طبعا ما عند إقامة رسمية إذا كان عند إقامة رسمية وبالتالي هو يجب أن يحصل على التأمين الصحي حتى لو شخص عنده سعادة وعنده أي تأمين آخر وحابه يشتري باقة إضافية يضيف بعض الخدمات الأخرى سواء عنده أو ما عنده هذا راجع للسوق مفتوح وفي كثير من باقات التأمين يقدر يشتري من أي شركة عندنا 48 شركة تأمين مرخصة في إمارة الدبي بيع باقات أبناء المواطنات أبناء المواطنات بالنسبة لهم كبرنامج سعادة هاي من مراحل المستقبلية اللي ننتظر عليها الاعتمادات اللازل لكن تأمين الزوجة غالي يقول ضرال تأمين الزوجة عادة يكون شوي أغلى طبعا الباقة الأساسية اللي هي من 550 إلى 650 هاي يجب على شركة التأمين أن نتوفرها بالسعر هذا لكل شخص مقيم في إمارة الدبي راتبة يقل عن 4000 درهم اليوم إذا كان الشخص راتب أقل من 4000 درهم ما تقدر شركة التأمين تعطيه سعر أعلى سواء كان ذكر أو أنثى احتمالات الحمل الموجودة أو مش موجودة صغير في السن كبير في السن ما تقدر شركة التأمين تربط ما بين المخاطر المتوقعة للشخص هذا مثل في حالة الإناث الحمل مثلا وسعر الباقة هي ملتزمة بالسعر اللي اللي هو 550 إلى 650 طيب أنا أخذ مجموعة من سجات بعدين بأخذ بمصطفى بالنسبة لأفراد الأسر توفر نفس الشركات باقات تأمين مشابهة تبدأ أسعارها من حوالي 650-700 إلى 1200-2500 بالنسبة للزوجة يمكن هو طلب مثلا بعض المميزات الإضافية من شذا أصبح سعر الباقة أغلى لكن باقات الإناث في عمر الحمل يتراوح ما بين حوالي 750 إلى حوالي 1200-1300 بالنسبة للباقة الأساسية طيب دكتور أخذ مجموعة تأسلة وأبغي إجابات مختصرة حتى اتطرق لمعظم المواضيع أبقادم عنده موظيفة تخصصي تأمين كيف؟ على الموقع الإلكتروني الهيئة السلام عليكم وين ممكن نعمل بطاقة الصحية للخدم وشكرا أخوكم بعبد الله في عنا تسع شركات تأمين توفر الباقة الأساسية للخدم لو يدخل على الموقع الإلكتروني للضمان الصحي اللي هو www.isad.ae slash community في مثل مكان اسمه الماركت بليس في عرض لجميع الباقات اللي توفر شركات تأمين دكتور هنا في أكثر من شخص يسأل عن هذا حتى واحد كاتب شركات اللي تقدم الباقة الأساسية في إمارة دبي هي تسع شركات وشركات هاي أسماءها بدون أي ترتيب كالتالي عمان للتأمين تكافل إمارات دار التكافل متلايف أليكو ضمان راس الخيمة أرب أورينت ما نسينا أحد شركتين تكافل وسبع شركات تأمين ممتاز السلام عليكم وين ممكن نعمل البطاقة الصحية للخدم هذه جاوبنا عليها عندي شكوة على برنامج شيخ زايد هذا البث المباشر السلام عليكم هل التأمين ملزم لجميع الفئات العمرية وما هي المراكز المعتمدة ذكرت أنت الدكتور من قبل الهيئة للحصول على بطاقة التأمين نعم طبعا هاي الشركات التسعة اللي تقدم الباقة الأساسية لكن في 48 شركة مرخصة من خلال موقع الإلكتروني للضمان الصحي اللي هو www.isahd.ae في الشركات كاملة موجودة بياناتها بطاقة سعادة على بطاقة الهوية لازم أجدد التجديد هوتوماتيكي نحن بنبلغ جميع الأفراد عن نهاية السن نتم التجديد طبعا السنة هاي ما رح يكون في شروط للتجديد لكن في السنوات القادمة إن شاء الله رح يكون في شروط للتجديد وشروط التجديد بالدرجة الأولى رح تكون مرتبطة بالفحوصات اللي هي الكشف المبكر عن الأمراض يطلب من كل شخص حسب فئة العمرية أن يعمل بعض الفحوصات للكشف المبكر عن الأمراض هذي نقطة بتكلم عنها دكتور بس بعد ما أخذ أبو مصطفى معانا على الخط ولا راح موجود أهلا بو مصطفى سامحني بطيت عليك تفضل يا سيدي دكتور سمحتها بالنسبة للتأمين بعناية نعم يعني مرات بيكون كاتب لك في الأدوية مثلا العشاب ما يغتيا لك يعني مثلا الدكتور كاتب لك بيكون فيه تركيبة فيها نسبة عشاب التأمين يقول لك أنا ما غتيا تنشي تصدر يتصل للتأمين تأمين يقول لك ما غتيا تدفع تقامل أوكي ممتاز يعني ما مثلا أنا ممكن أخذ أخذ تاني مثلا يعني أنا وين راح بمصطفى مفهوم السؤال مفهوم تفضل دكتور وطبعا دائما نحن نذكر لأشخاص لما أي شخص يشتري التأمين أو يحصل على باقة تأمينية من صاحب العمل مهم جدا أنه يقرأ بليست التأمين يعرف شو الحقوق والواجبات ويعرف شو المشمول بالتأمين سواء كشبكة مقدمي الخدمات كخدمات تنفسها كأدوية شو مغطة شو مغطة أغلب باقات التأمين الصحي ما يتغطي العلاج العشبي يتغطي العلاج اللي هو مثبت طبييا وبالتالي مهم أن الطبيب يعرف الموضوع ويتكلم عن الأدوية اللي فيها أشاب دكتور يعني لازم يرج يعني مكملات أو فيتامينات أو يعني شو اسم أدوية تكميلية لماذا يوصف الطبيب الطبيب في الحال هاي لازم يسأل المريض شو تأمينك هل تأمينك يغطي هذا أو لا وأحيانا بعض الأطباب بعد شوي يعني يعرف يعني يعرفون شو المشمول بالتأمين وبالتالي يحاول دايما أنه يقدم شي مشمول بالتأمين أو أحيانا يحاول أن يوفر بعض الاختيارات للمريض يقول لهم مثلا دوة هذا أنا أشوف أنه فائدة بالنسبة لك كذا لكن دوة هذا فائدة كذا وهو مشمول بالتأمينك جميل دكتور أنا بطلع فاصل وبرجع أستكمل هذا الحوار السريع والساخن يعني يعني دائما أنا أدري يوم أسأله إياك أخذ وأعطي على السريع ما أعطيك فرصات كنت تنسؤل لكن سامحني دكتور التواصل معاني على الرقام التالي 600 55 1414 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 400 64006 اللي عنده أي سفسار أو عنده أي مداخلة حول موضوع انتهاء أو قرب انتهاء مهلة التأمين الصحي وتحولها إلى تأمين الزامي يعني لازم بتكون فيها غرامات وما تتكلم بعد الفاصة عن الغرامات اللي بدكو موجودة فيمكنكم التواصل معانا فاصل وما نرجع لكم بإذن الله صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام وحياكم الله معانا في حلقتنا اليوم اللي نتحدث فيها عن قرب انتهاء المهلة المحددة اللي شراء باقات التأمين الصحي وبعدها إن شاء الله انتهت المهلة اللي اللي ما فيها غرامات يعني نقول اللي ما فيها غرامات هذا الشي دايما يعني أنا حس الناس تربط عملية أي التزام بأي قانون أو أي لوائح الهدف منها في النواعية يعني مصلحة الأفراد مصلحة الأشخاص يربطها بالغرامة يلتزم للمصلحة العامة أحينا بقول لهم يعني بطرق بهذه النقطة بشكل مفاصل بس أذكر بأرقام التواصل معنا على الأرقام 600-55-1414 أو عن طريق الرسال نصية على 4006 معنا في السوديو اللي نضم لنا الحين على السمع دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويد الصحي في هيئة الصحة بدبي دكتور أنت قلت انتهت نعم زين لكن عدم فرض الغرامات إلي نهاية السنة واحد واحد 2017 بتكون في غرامات ومن نتكلم عن الغرامات هذه كان بتستوي وكان بتكون على الأفراد المؤسسات الصغيرة الكبيرة كلها أي حد في دبي لكن دكتور نحن متى آخر موعد قبل الغرامة أخوكم بعبدالله ذكرناها نعم زين دكتور الفكرة وين الفكرة نحن لما طرحنا هذا الموضوع كنا نتحدث على موضوع أن التأمين يجب أن الواحد يأمن منه الحين لأن الفكرة وين الفكرة أنه ممكن تدفع أكثر يعني سؤال يا أخوي محمود هل اليوم أصبح حد فينا يفكر قبل يأمن سيارته هل موضوع أنه واحد يمشي بسيارة مثلا غير مؤمنة مطروح أصلا دا مش مطروح أصلا يعني عارف خلاص الناس عارف لا سمح الله صح احتمال أنه يكون عنده حادث احتمال صغير لكن في النهاية إذا يا حادث لا سمح الله بيكلف مبلغ هو عارف تأمين السيارة هذا شيء الزامي يعني وبيتفعله في السنة يعتمد عن نوع السيارة ما بين الفين درهم إلى خمسة عشرين ثلاثين ألف درهم تأمين السيارة وأصبح شيء خلاص من ضمن الكلتر من ضمن الثقافة كذلك التأمين الصحي واحتمالات الحاجة إلى التأمين الصحي وايد أكثر من احتمالات الحاجة إلى تأمين السيارة وهذا الشيء شفناه بشكل كبير خصوصا من المواطنين أو أصحاب العمل مثلا العمال المنزلية عمال المنزلية كذا محتاجة إلى عملية طارئة مثلا خمسين ألف سبعين ألف ومصدر أنه يدفع أنه قانونا ملزم كصاحب عمل القانون يقول أن صاحب العمل مكفول يتكفل بعلاج العمال بالتالي يدفع سبعين ثمانين ألف لهذا الخمسمية درهم وستين مئة درهم كان يا جماعة الخير صاحب العمل لازم يعالج اللي 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 يشتغل عنده سواء كان مؤمن ولا مش مؤمن ناخذ منه معايا على الخط سيف تفضل يا سيف سيف محمد مرحبا سيف اختصر الله يوفق أخوي أنا عندي موضوع مستشفى مستشفى بحدث مهم مزين في الصابق فأسرنا وديت أمتي عشان العلاج فقاللي بس عشان الدكتور انه يطالع المريضة لازم تدفع ألف درهم تأمين وانا قول ردي دافعين عشرين تذكرة للدخول عشرين درهم تذكرة للدخول حايفل الحوادث زي وين هذا في مستشفى يعني عندها تأمين ولا ما عندها ما عندها تأمين فقاللي شو لازم تدفع ألف درهم يعني هو ما سألني عن بطاقة التأمين ما سألني عن هالموضوع قال يدفع ألف درهم عقد تأمين عشان تشوف الوالدة مهم طيب ما عارف يعني شو الحل في الموضوع الحل واضح أمن حتى أمين ما دالي عن بطاقة التأمين وقت التسجيل عشرين درهم من تدافع هذا وقت التسجيل على شو عمين وعشرين تذكرة الدخول بس الندش الضواري أول ما دخلت ما سألوك وين بطاقة التأمين ها دكتور هم طبعا يتعاملون معك ككاش بيشنت في الحالة هاي إلا أنهم يتوقعون أنه يدفع كاش عادة طبعا إذا يبلغهم أنه عنده تأمين صحي كل مستشفى عنده إجراءات مع الكاش بيشنت أنه يحمي نفسه فمثلا يقول لك إذا أنت داخل الطوارئ وإنت كاش بيشنت اللي هو يدفع بدون تأمين صحي يقول لك لازم تحط مبلغ معين للتأمين إذا يغطي على الأقل الفحوصات المفهولية نعم وبعدين إذا المريض محتاج عملية أو كذا يقول لك حط خمس تالاف حط عشر تالاف كل مستشفى خاص يحاول يحمي نفسه بالنسبة للكاش بيشنت لأنه ما في ضمان للدفع بالنسبة للأشخاص اللي عندهم تأمين صحي هو مغطى بالنسبة للحالات الطارئ بغض النظر عن أي تأمين بغض النظر عن أي مستشفى مجرد ما يقول لهم من عنده تأمين خلاص أوتوماتيكيا يتم التعامل مع التأمين بالنسبة للحالات واضح سيف واضح إزاك الله خير من هو عندي عقب سيف أحمد فضل سامعيكم ياهل أحمد التأمين سعادة ما توقفل للمواطنين من الإمارات الشمالية اللي ساكنين إمارة دبي عندهم بيوتات في دبي إمارة دبي في الوقت الحالي طبعا بالنسبة للمواطنين اللي عندهم جوازوا خلاص قيد صادرة من إمارة دبي إحنا طبعا نشوف كل المراحل بالنسبة للمراحل المستقبلية نشوف كل الفئات الأخرى اللي ممكن طبعا تقدم لها البطاقة هاي كذلك ضمن الدراسة نحاول نحصر عدد الأشخاص اللي هم مقيمين في إمارة دبي وعندهم سكان ملك في إمارة دبي بحيث أن عفوا يعني أنا مثلا في دبي من 40 سنة بيتي في دبي بس من إمارة ثانية يعني خلاص بقيد من إمارة ثانية واضح أحمد في سؤال ثاني غير هذا شكرا شكرا طيب دكتور الطرحة اللي طرحها أحمد يعني طرح منطقي صحيح منتذا عمنا مجموعة من الفئات إحنا بالنسبة للمرحلة الثانية طبعا تعرف كل الأمور هاي مرتبطة باعتماد الميزانيات واعتماد الشروط وهذا فإحنا يعني على مراحل البرنامج إن شاء الله تعالى يطبق ويغطي جميع الفئات المستحقة في مكالمات بعد ولا ناخذ الرسالة النصية محمد تفضل محمد علي سلام عليكم يا هلا تفضل أنا عندي عمال وإقامتهم من دبي يشتغلون في منطقة الهير في طابع للعين مزارعين إقامتهم وين إقامتهم من دبي لازم تأمنهم ها دكتور صحيح زين إذا أمنتم هل يعالجون في الهير طبعا عندك لما تشتري الباقة من شركة التأمين أنت من الأشياء اللي تطلع عليها قبل لا توقع بوليست التأمين أو توقع عقد التأمين مع الشركة شو هي شبكة مقدمي الخدمات إحنا ما نلزم شركة التأمين بشبكة معينة لكن نلزمهم بأن يكون في تغطية جيدة في جميع طبعا بالنسبة لإمارة دبي في جميع مناطق إمارة دبي والتغطية طارئة خارج إمارة دبي لكن أنت تتأكد منهم في الحالة وتطلب منهم أن يكون ضمن شبكة مقدمي الخدمات بعض العيادات والمستشفيات اللي موجودة في المنطقة اللي هم تواجدين فيها بشكل أكبر إذا كانت المنطقة خارج إمارة دبي هل السؤال كذلك يتوارد كثير محمود من شركة التأمين أنه عنده تغطية كافية في المناطق اللي هم ساكنين فيها وحتى لو ما كانت ضمن الباقة الأساسية ضيفون لإياها يعني العملية فليكسبل محمد عندكم معلومة أي شركة أن يلطيك الدولة طوله يعني طيب محمد يعني هذا تبرأ آخر سؤال لأن عشان أخذ المكالمات اللي بعد زين شكرا هاي المواصفات هو يطلبها من شركة التأمين يعني شركة التأمين اللي هو يتعامل معها وشأن إذا في الشركات اللي يتقدم هذه الخدمات دكتور معظم شركات التأمين عندهم شبكة مقدمة الخدمات واسعية ممتاز منه عندنا عقب هاشم تفضل هاشم اختصر لي الله يخليك هلو هاشم هلو هلو حبيبي تفضل واختصر لي الله يخليك هلو يا هلو يا هاشم تسمعني مرحبا هلو يا هلو أهلا أهلا تفضل بعق عدنان مش هاشم أخوي والله ونعم تفضل يا عدنان واختصر عشان انت عدنان اختصر من شويس معدد الدكتور بول انه المنموم بتاع التأمين من الزوج 1500 1800 وللأطفال 650 صح يعني في هالحدود نعم صحيح انا مبارح تصردي متلايف للتأمين بلغوني انه اخذوا مني 1950 للزوج و 650 للولد بس حطوا علي شروط قالوا لي انه تدفع ثلاثين في المية وعند الدواع الثلاثين في المية وعند المختبر عشرين في المية صحيح وإن المشكلة يعني انه طب يعني يعني هاي الشروط يعني لازم ادفع انا كشفية ثلاثين في المية عندي اي كشفية لزوجتي او ابني او الدواع عشرين في المية ولالمختبر عشرين في المية وقلولي اول ستة شهور التأمين ما بيغطي لا دوا ولا ولا اي ولا اي شيء ولا دوا ولا ولا مختبر واضح عدنان واضح تبغي تسأل أي سؤال دكتور ولا لا 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 واضح شكرا عدنان أي باقة التأمين فيها نسبة مشاركة في تكلفة العلاج من المريض بالنسبة الباقة الأساسية في 20% ما ممكن أنها تكون أكثر من 20% دائما في 20% على الأقل أو بعض الباقات كذلك ممكن يكون فيها أقل وهذا اختيار للشخص يعني الباقة الأساسية الملزمة حسب القانون نسبة المشاركة فيها 20% لكن هذه الباقة فيها اللي نسميه كاب في الانت بيشن يعني شو إذا دخل المريض مثلا إلى داخل المستشفى وهو محتاج فلنفرض عملية كبيرة العملية جيمتها فلنفرض 50 ألف درهم 20% من 50 ألف درهم يعني 10 ألاف درهم يدفع المريض إلى أن يصل إلى 500 درهم ويتوقف الدفع والتأمين يغطي باجي العلاج كامل ممكن الشخص يطلب من شركة التأمين تغطية أفضل أو نسبة اقتطاع أقل هذا شيء بين الشخص وبين شركة التأمين وينعكس في سعر الباقة هنا نعم بالنسبة للموضوع الست شهور في شيء في أي باقة التأمين وهذا شيء متعارف عليه عالميا يسمى اللي هو الويتينج بيريود بالنسبة للبري اكزيستين كونديشنز اللي هي معنات فترة الانتظار بالنسبة للأمراض السابقة للتأمين شو يعني؟ لو فرضنا حد عنده سكر عنده مثلا مرض مزمن صحيح وهو لما يلي الشركة وتأمن في الدولة لأول مرة يؤمن فيها بعدما ينتقل من شركة التأمين لشركة أخرى هي تكون مغطاة الأول ستة شهور هو يدخل فيها للدولة أو من أول باقة التأمين يشتريها أول ستة شهور الأمراض السابقة للتأمين ما تغطى إذا كان سكر إذا كان ربو الهدف من هذا أن أنت توقف أشخاص تدخل للدولة وتشتري باقات أساسية لغرض علاج أمراض مزمنة فهو ياي بس عشان بيتعالج ويروح فهذا الشي متعارف عن كذلك أنا بأخذ آخر مكالمتين معايا هاشم بالنور سرور هاشم اختصر لي لأن الوقت بدأ يخلص عندي وعندي مسجات كثيرة أتفضل قال عمرك بخصوص تأمين السعادة بغلت أعرف أني أنا حين جوازي وخلاصة القيد طادر بوظبي الدوامي وثكني كلها في دبي حتى أن شهادة ميلادي من دبي طيب شو تأمين اللي عندك انتر أنا عندي تأمين ثقة بس ما يشمل في دبي بي أماكن ما تشمل في دبي طيب واضح هاشم من المكالمة أنا أخذ آخر مكالمة محمود تفضل سمي سلام الله عليكم يا هلا تفضل بس لو سمحت بس أنا بذال عن الراتب يعني أربعة آلاف لو زودوا الراتب لستة آلاف يكون أفضل يعني لأنه مواحدكم عنده سبعة عيال ثمانية عيال ما يروم يعني يغطيهم طيب شكرا يا محمود مرحب ناخذ إجابات هاشم ومحمود وعندي مسيجات دكتور على السريع نعم أعتقد بالنسبة لأخ هاشم يمكن تم الإجابة على السؤال هذا في الطرح السابق بالنسبة لأخ محمود طبعا المؤشرات المالية هاي دايما تدرس وتراجع من خلال مؤشرات عالمية ومؤشرات محلية وفئات الدخل هذا شيء يراجع سنويا وإذا كان في مثلا حاجة نحن نزيد سقف الراتب أحيانا في بعض الأشخاص عندهم أكثر من تأمين يكون موجود معاهم صحيح بالنسبة لنا طبعا لا يجوز الجمع ما بين أكثر من تأمين صادر من حكومة دبي يعني ما يستوي واحد يكون عنده مثلا سعادة وعناية أو سعادة ومضلة وعنها يكشف إلكترونيا الموضوعها من خلال طبعا الرقم الموحد اللي هو رقم بطاقة الهوية ويتم طلب من الشخص أنه يلغي واحد من التأمينين لأنه في النهاية الاثنين يدفعون من حكومة دبي فهذه عملية الازدواجية مرفوضة طيب دكتور ناخذ مجموعة المسيجات نحاول نخلصهم على السريع أنا عندي بطاقة صحية من هيئة الصحة هل أنا ملزم بعمل تأمين صحي علما بأنني أعمل في شركة خاصة نحن أصحابها وعلما بأنني أحمل جوازه مرسوم من دبي وعلي البطاقة الصحية هي مثل كانت في السابق تعطي خدمات بأسعار مخففة لبعض الأشخاص في هيئة الصحة في دبي البطاقة الصحية هي عملية اختيارية ما تلغي الحاجة إلى التأمين الصحي كثير من المستشفيات الخاصة كذلك يعطيك بطاقة تشتراك ويسوي لك لكن هذه مش تأمين صحي في النهاية إذا في أي علاج هو رح يتفع جيمة العلاج كامل فلازم يكون عندك تأمين السلام عليكم أنا من دبي وزوجي من عجمان ليش أنا ما يصير أطلع تأمين سعادة إذا جوازها من إمارة دبي ممكن طلع تأمين سعادة بس زوجة من عيمان بالنسبة لها هي طلعت متى آخر موعد قبل الغرامة قلنا نقلنا السلام عليكم أنها دفعت 4250 تأمين الزوجة السبب لأنها حامل والتأمين باقي ستاندر علما أنه راتبي 4300 درهم كيف ذلك؟ راح الراتب دكتور تمنا 50 درهم مسكي شوف التأمين هو التأمين الصحي أو أي نوع من أنواع التأمين حسب التعريف هو تأمين ضد المخاطر المستقبلية المحتملة إذا وحده حامل هذا شيء أكيد يعني هذا مش مخاطر يعني أعتقد 4000 أنه دفع إذا الزوجة حامل هذا جدا سعر مناسب عطول يعني مفروض عادة يطلبون منه أن يغطي تكلفة الحمل بالكامل أنت لما الحرمة تتأمن وهي مش حامل مثلا عندها احتمالات الحمل فلنفرض خمسة بالمئة عشر بالمئة فشركة التأمين تحسب الاحتمالات في نسبة المخاطر الكلية للمجتمع ككل لكن أنت مثلا حين تروح داعم الموتر وتروح حق شركة التأمين أنا أمن عندكم وحين نصال حول الموتر لمدعومة أحينا اللي أفهم كلامك دكتور أن الحرمة الحامل مدعومة لا 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 هذا أسس التأمين مدعومة نفسيا وعاطفيا أنا موظف حكومي التحادي أولادي ليس لديهم ضمان مع العلم أنهم بشكل مشاكل يا رحمة الله يديك الله تزروح كثير عمومة أنا موظف حكومي التحادي أولادي ليس لديهم ضمان مع العلم أنهم يتعالجون بمستشاة الحكومية طريقة تدفع بالفواتير هل تشملنا الغرامة؟ هاي نقطة جدا مهمة طبعا بالنسبة للمواطنين بغض النظر عن الجواز صادر منين أو الإقامة من وين أو حتى بالنسبة لحملة المراسيم وحملة الجوازات من إمارة دبي جميع المواطنين في إمارة دبي يحصلون على العلاج بشكل مجاني 100% في هيئة الصحة في دبي حتى بالنسبة للي عنده تأمين ما في اقتطاع في هيئة الصحة في دبي الدستور كفل للمواطن الحصول على العلاج بشكل مجاني تماما يعني دام من هياي الهيئة يحصل على الخدمات الصحية ليحتاجها كلها بشكل كامل حتى ما يدفع نسبة الاقتطاع اللي هي 10% أو 20 درهم أو غير ذلك فالحكومة دائما تضمن وجود حل لا يكلف المواطن أي شيء بالنسبة للعلاج الصحي عملية توفير التأمين الصحي هي عملية توفير اختيارات إضافية أحيانا مثلا في تخصصات معينة أحيانا بالنسبة لشيء أجرب لبيت الدكتور معين هو حاب يتعامل معه فهذا اختيار إضافي ومزايا إضافية توفرها الحكومة بالنسبة للمواطنين وهذه نقطة جدا مهمة أننا دائما ننفت الانتباه لها لأنه فعلا يعني حكومتنا الرشيدة وشيوخنا ما قصروا في الموضوع هذا طيب دكتور ليش نأمن للخدم ونستخرج لهم الهوية وآخر شيء يهربون للأسف هلنسترجع مبلغ التأمين في حال هروبهم الآن هروب الخدم هذه مثالة أخرى لكن موضوع التأمين ما لخدم التأمين يسترجع طبعا وحتى بالنسبة للموظفين يعني أحيانا يقول لك الشخص والله عندي موظف باجي لشهرين عندي موظف مثلا يديد عندي كذا دائما التأمين عملية ديناميكية يعني واحد داش واحد طالع هذا يكون تواصل مستمر مع شركة التأمين اللي يطلع يتوقف تأمينه اللي يدخل يبدأ تأمينه حتى لو يعني ضمن فترة تل هذا واشي عادي إن شاء الله بس ما نسيت أي رسالة يعني على السريع دكتور من بين الأشياء اللي كنا نتحدث فيها على قانون المجلس التنفيذي رقم سبعة لسنة 2016 هناك يعني لين آخر الحلقة عندي أربع دقائق تقريبا خلنا نستعرض أهم البنود اللي فيها هذا القانون اللي لازم الناس يعرفونها فشو أهم الشغلات اللي موجودة نعم طبعا القانون هذا السنم كله أو القرار هذا بالأحراء ينظم العلاقة ما بين أطراف المنظومة التأمينية اللي هي عبارة عن شركة التأمين عن المستشفى والعيادة أو الفرد أو الشخص المؤمن عليه في مجموعة من الغرامات والمخالفات اللي ممكن تترتب على أي جهة من الجهات هاي مثلا إذا شركة التأمين منعت علاج مضضروري عن الأشخاص إذا مستشفى أو عيادة حاول أنه يتلاعب وأنه مثلا يزيد من استخدام الخدمات الصحية بشكل غير مبرر حتى على الأفراد يعني إذا الشخص عطى بطاقة لحد ثاني وخلاه يتعالج مكانه هذا يعتبر كذلك تحايل على المنظومة التأمينية وفي مجموعة من العقوبات والغرامات يمكن طبعا الغرامات الأكبر دايما على الشركات الأكبر مش على الأفراد لكن هناك كذلك في أشياء على الأفراد يعني على سبيل المثال أتوقع هذا مهم جدا بالنسبة للأفراد المادة الرقم 40 رافض أو امتناع أو تأخر شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات بإصدار موافقتها على تقديم أي خدمة صحية للمستفيد يتطلب تقديمها إصدار هذه الموافقة وذلك دون عذر تقبله الهيئة غرامة 20 ألف درهم على سبيل المثال لأن دايما تينا شكاوي أحيانا أنه ممكن الشركة مثلا تأخرت في الموافقة فهذه غرامة موجودة في القانون كذلك مثلا امتناع شركة التأمين عن إصدار وثيقة الضمان الصحي دون عذر تقبله الهيئة فكل الأمور هاي فيها غرامات يمكن الغرامات اللي على أصحاب العمل أو الأفراد مثل ما ذكرنا اللي هي 500 درهم للشخص في الشهر نتيجة التأخير عن توفير التأمين الصحي كذلك في غرامة على صاحب العمل إذا حاول اقتطاع أقصات التأمين من راتب الموظف وهذه أعتقد غرامة تحوى لعشرة آلاف درهم مثل ما ذكرت لك في غرامة إذا شخص عطى شخص آخر بطاقة أنه يستعملها أعتقد خمسة آلاف درهم غرامة فأعتقد فهذا لازم يسجنون فعلا هذا الحقيقة هو محمود التحايل على التأمين الصحي عقوبة جنائية مش فقط عقوبة غرامة مالية يعني إحنا كجهة تقنية في هيئة الصحة إحنا نقيم عليهم الغرامة المالية ومن ثم يتم تحويل بعض الحالاتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الغرامة الجنائية لأن مثل عملية التحايل المالي هي عقوبة جنائية نصب واحتيال بالضبط نصب واحتيال وبالتالي وجود الغرامة هاي ما يعفي من المسؤولية القانونية جميل دكتور أنا يعني الوقت يمضي معاك سريع جدا جدا ونحن إن شاء الله نوعد الجمهور أنه بين فترة وفترة نصدفك معانا في الاستوديو ومتى ما تكون فاضي يعني تبغي تشرب بيانا قهوة ولا شاي حياك الله دكتور ما شيء وقت قهوة وشاي ما شاء الله سريع الحلقة عموما لراتبة أكبر من 10.000 درهم كم يكون قيمة تأمين للخدم في هذه الحالة؟ الراتب هو بالنسبة للموظف فالخادمة نفسها عادة راتبة يكون أقل من 4000 درهم وبالتالي المقصود بفئة الراتب هو للشخص المؤمن عليه وليس لصاحب العمل أو الكفيل وبالتالي تأمين الخادمة ضمن الباقة الأساسية اللي هو 550-650 وهم شيء يعني أن إذا شردت الخادمة مبلغ تأمين يرجع على الأقل من هالناحية لكن كمفهوم هروب الخدم هذا هو موضوع آخر دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التأمين الصحي في هيئة الصحة في دبي كانت حلقة جميلة معاك وسريعة جداً كالعادة كلمة أخيرة في 30 ثانية كلمة أخيرة أعتقد مهم جداً أن إحنا كثقافة كشعب اليوم نعرف أهمية التأمين الصحي وأنه فعلاً يدخل في ثقافتنا كشيء أساسي أعتقد عملية أأمن ما أمن أتريل اللحظة الأخيرة للأسف شفنا كثير من الشباب إنه يقول يأجل ويسوف وبعدين يضطر أنه يدفع مبالغة كبيرة التأمين هو حماية للعامل والموظف لكن هو كذلك حماية لصاحب العمل أو الكفيل أكثر ما هو يمكن حماية للعامل أو الموظف وضمان حقوقها البسيطة اللي اعتمدتها دولة الإمارات ووقعت على كثير من المعاهدات العالمية أنها تضمن توفير حقوق العمال والدول الدخل المحدود جميل والله الحمد وصلنا إلى ثلاثة مليون واربعمية ألف مؤمن عليه في إمارة دبي من الأربع ملايين المستهدفون يعني كل الشكر لك دكتور والشكر لفريق العمل لديكم في هذه الإدارة المميزة وأيضا في الختام نتوجه بشكر لمخرجتنا اليوم ميثة بن بيات وأيضا كان معكم خلف الميكروفون محمود يوسف العري وفي حد ياسي يصور عشان أقول له كلمة شكر فأكيد المنسقة معانا اليوم أشواق مسعد رجعت من الإجازة ورجعت بعد العرس ألف مبروك ونتمنالت إن شاء الله حياة زوجية سعيدة وخالية من الأمراض وخالية من المنغصات وأبني الخدامة وأبني الخدامة عموما شكرا لكم على حسن الاستماع شكرا لكم على يعني التفاعل الكبير في بعض المسجات حين بعد ما ناخذ الدكتور معك على أساس بعد الحلقة بس ما نخلص البرنامج الحين ما نصكر عليه باشر عندنا موضوع جميل ما نتكلم فيه فبنين باشر نشوفكم على نفس الموعد إن شاء الله إن شاء الله طال عبرك إن شاء الله الحين ما أطلع لك عموما في الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي